اليوم عندما نحصيه في الجرحة نقوم بجالب الجرحة نلقاه أنه تقريبا من هذه الحاليات التي تستدعي متابع صحيحة بعينان لا يزيد شعدتها على مئتين حالة بين مئة خمسين ومئتين حالة من أصل ثلاثة وسبعمائة وفائق وزيت من النجاح يعني من أصل ثلاثة وسبعمائة يفهم تقريبا متين حالة تستوجب المتابعة الصحية ونحن قربنا على حصرها في الواقع الأمر ما قلت نستوفيناها قربنا على حصرها والتعامل معها وطيب ما نحتاجه أن نبكي على المتابعة دائما مستمرة مع المستشفيات والعممية والخاصة حتى نستوفي كل هذه الحالات أولا ثلاثة حتى نظمن المتابعة جيدة وبعناية خاصة فوقفال النجاح هذه ما نأمنه الحاليين هو أنه بعد ما تعين سيرهاش في جماعة على رأس الهيئة العليا للحقوق والحريات إن شاء الله وبعد ما نهى المصدق على تعديلات لتعديلات مرسوم 97 في المجد تأسيسي قريبا تباشر لجنة شهداء وجرحة في صندوق الهيئة العليا عملها لتحديد القائمة إن شاء الله فهم كيف تنتهج من نهج سريع وإيجابي وفاعل بحيث نوص النتاج أقرب ما يمكن في أقل ما يمكن الوقت ثم لجنة فنية اللجنة فنية اللي يحالع إليها أو عليها الجرحة لتقدير نسبة تسقودها عليه صرف التعويذات المناسبة إلي متهى صرف التعويذات تقدر بمعايير عسكرية اللي هي المعايير الأرفع ما نترى مهيش معايير متحاد المدنية كمحات الطرقات وحول الطرقات وريرو هذه معايير عسكرية هي أرفع إن شاء الله بعد هذا نتصور أنه اللي يشتكي من علاج يكون معاتها توفر له ما يكفي من علاج وما يكفي من مال من المعالي للعلاج واللي يشتكي من وضع اجتماعي أيضا يكون توفر له معاتها ما يوفر له قوت يومه أو معاتها مشروع استثماري يعمل فيه يتوفر فيه معاتها أو وفر منه مورد رزق ليه والعائده هنا إن شاء الله معاتها هيكون معاتها بالتدارج واحدة واحدة ولا نتصور معاتها الامر الوقت معنا إن شاء الله ما يتولش ومعاتها إن شاء الله ما يتولش واللي ملف هذي حوالله يكون معاتها معاتها على الأقل لكل حد يخوا حقه يبقى المثلة حقه في تعالق بالحقيقة والقضاء هذيها إن شاء الله أيضا يكون جميع الأطراف تعمل على قشف الحقيقة حتى ما يكونش مطلب الجريحة والشهيدة فقط مطلب مادية الحقيقة مطلب مهم جدا أنه مطلب يشفي النفوس أيضا بقدر ما يشفي الأيلاج الطبي يشفي الأبدان أيضا حقيقة تشفي النفوس الهالك أو المتوفي حسن السعيدي من منطقة الملسين يعني حيثيات وملابسات وفاتك؟ بالله يحش عليك أن يكون لدي شي تفاصيل اللي سمعت وسموه النسكوة اللي عندي اللي ما نعرف ما انت رواية تين ما انت رواية تين تعرفوها ونحبش نخوض فيها أنا شخصيا رواية سمعتها حاول أنه يعني أنه قال عتداعيه في وزارة الداخلية بالفاحشة في مركز الساتين اي الكلام هذا أنا بشقول رأي ورأي إذا كان فعب التحقيق ويحقق ويوصل للحقيقة سمحني سيفاوزي لإفاتك فقط العائلة ما زالت في انتظار تقرير الطبيب الشرعي إن شاء الله إن شاء الله يباين الحق إن شاء الله يباين الحق وكل حد يقو حقه أما أنا نعطيك رأيي معينتها الشخصي والله معينتها بكل أمان فيما أعتقد أنه يصعب اليوم في وزارة الداخلية أنه يفهم عاون داخلية عاون عاون داخلية يعمل حاج كمال كان هذا يعمل قبل صحيح كان يتعمل قبل لكن أنه يتعمل اليوم صيب على حد علمي والله وعلم لا يجب أن يكون غرض صدق لكن على حد علمي يصعب كثيرا أن يكون لأنه أنه يتعمل قبل أن يعمل في أشياء المعاكة عليهم ترفع عليهم الرضاة والحماية ومن ضد الشيء فيهم فما أعون أمن محمي من أنه يرتكب أي جريمة في حق الموضن ويبقى يبقى 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 الكلام يتقايوا لي أثر لأنه الكلام العنف اللقظي هذا صار للأسف ما أنا جزء من ثقافة الشارعة معنى هالما موجودة نسموها في الشارعة لا نتحق شبهاتة بوليسية لكي نسموها وانتا ورد هذا ورد لكن أنا نحكي على المسل لا تدابع فيها شيء نستطيع لأنه نخطي تحقيق والطب الشرعي ليس بشعير يكشف على الكلام البديد أكيد يعني شقيق الهالك وزارة الداخلية قدمت بها شكاية أو وزارة الداخلية تقول جبتي هذا بلاغ كاذب مشهلا وأنه فبتRecثير الناس بلاغ علينا وأحنا هادة ماس علاج ما مش موجود علينا وبالغ كاذب هاو تقريد في شارعة او بيك إذا كان هذا صعب لا ماコر أحيان غير mining لانه تستسرم وانه تخرج التصريحات ماته وانا نقول لك احيانا نرى تحريض حتى الإفادة هالى الاقل escuela بالله والله يرحمه كله ويرحمه إن شاء الله أفردي كان بإعاز من المرافقة اللي كان موجود في الوريانش وبتحرير منه أنا مكانش ما يتعامل تلقاه عرفش أحياناً وأنا نحكي لكم أن نعرفهم الناس أنا لن نتعامل معه ما أنا مريموش عليه أنا عرفهم واحد واحد ونعرفهم واحد واحد وكل واحد كما يقول سمحني إبارة سيطلوا في مكتوبه ما أنا بالأسف يعني يدفع الآخر بشي يقول كلام قادته ويبعد وشكل مسؤولية يتحملها صاحب تصريح مش المحرف أنه هذا ما يثبت ما أنا محرفه على أنه يقول كلام كما كان حيث ونعاش الكلام مناسبة ما يتقال أو لا أنا يهمني أن يقوله بالمقابلة يعني هذا كلام قاعد يتقال وحده فهم الناس قالت عن أنه السيدة ذا اه 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 اتعرف دي كذا وكذا احنا فقط لوقف الإشعاعات و ايه وما تريد شغل أنا يجبني أن يقوله رأي رأي المخالفة رأي شخصي أيضا أنه هذا يستبعد يستبعد أنه يكون السير لأنه معاش فهم حماية للناس الذين كانوا يمارسوا الأرض ويستبعدوا الواع من الانتهاكات هذه وثم هذا يحتاج إلى إثبات التحقيق التوبين سيفاوزي نحكيه على شهيد ثورة حسونة بن عمر أحد متساكني وليد جندوبة يعني تعتبر معناها وضعيته الاجتماعية ووضعيته الأكثر قساوة شوف معناها مش كل الورعيات احنا عليها إحاطة وإدمام دقيق ووضع على الورعيات الاجتماعية والصحية هذه معناتها حتى احنا بيطور معناتها متابط معنات الحالات حتى نمسك معناها بكل تفاصيل أحيانا تغيب علينا حالات اللي معناتها ما تصلناش فهم دي سأل عائد شهيدة قدتلي حسونة حسونة بن عمر أنا بلدي ما اتخفهم ان شاء الله هون مخدمات ويلايت شون؟ ويلايت جندوبة شوفنا حالات اجتماعية سيئة هذا ما عنديش اسمه لكن ان شاء الله متحرروا عليه ونعنو ما في وسطنا وما يجب أيضا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يبقى انو الوضعيات كما قمت نحكي سابق معنات الوضعية حالة الاجتماعية هي حالة سابقة حتى على الإصادات بالتاني معناتها وضعي جميع تعاج من أساسه ويبقى عملها نظرا انو جرحة يزمنها يحططهم ويحط الاجتماعية تولي من مستلزمات العلاج لذلك جرحة او شهداء تولي المعاجد من ملفهم من مستلزمات العلاج او مستلزمات التعويض والتأهيل النفسي المعاجد من مستلزمات العلاج ويحطط المعاجد من مستلزمات العلاج محمد عجوردي ربناك فيه أخذر رفيه على عاطق محمد رجل دوبي ورشد العالبي ورشد الرجل من أكثر منه يخبره يتضرط عليه هل عنده ملف يحب يحقه، هل عنده قضية يحب الحكومة تسطر عليها ويتقاعده بأي معنى ما أنت تضغط عليه يعني راجل ما أنت في موقع إدانة حتى يدفع نفسه يسمي القدم مقابل وجوباً ما أنت يسميك بالجريحة واثنين والحكومة تنزمه، هذا مش حق الواقع الموجود حالياً، للأسف ما أنت عندنا ستفكر بطريق قضية ما أنه هو بحرار يفكره بطريق قضية، لكننا رسي محمد العجولي موجود ويجب يسأل إذا كان فهو حد ما أنت مغطى عليه أو لا أنا أقول لك ما أنتها ولم أنت باشر الاتصال بي سي محمد العجولي في أكثر من الناس بيكلمني بل أكثر هو يلح على أنه يقول لي أن يمشي ونزوره وتعرق قضية مثلاً، وحالة تعرق قضية هذه الحالة هو عُلدت عليه كاقتراح منه هو وفي أودولاد في باريس، محمد ورشاد في باريس عُلدت عليه اقتراح من بعض المتعاونين في الملفة وفي ملفة شوالاء والجرحة، عرضوا عليه، ومعناتها أبدأ استعداد قال له كيف يجب أن نجم النصر، قال له أنه يتصل بيكلمني وقال له أنه يتصل بيكلمني، وقال له كيف يجب أن يكون وقال له قد يكون هذه الحالة، حالة سيئة جداً، وقال له حالة الحرجة، وقال له وقال له أجنون يمنع مهناتها لأنه فيرضه، رجل نعمال فيرضه، يتخذ زوزو، واخره، واخره، وثلاثة عائلة، يستكثروا، ومعناتها خير الناس على الجرحلة، ويحب أن يكونوا استعداد، ويكونوا يتفضل لأنه أسبقه خذية طارق محمد ورشاد وطارق مركز المختص في علاج الحالة يعني تقريبا وجده في فرنزا يبدون القرش البارح بركة هذا هو بارح كلمني سيد محمد وقالي رأى أنا عملت التصوية الأولى في كلمة البداية في خمسة شؤون تقريبا حتى يرجعوا للأطباء باش نجم نرتب معهم يبدون بارح كلمة وفرواقوا على حالة طارق ومالابين نحضرون لهم ملف الطبية ويوجد بعض الفحوصات وانتا باش نسافر الراجل بكل طوعية يعمل فيه شيئات وهم بكل رغبة وطلقائية وطارق غريبا ينمشوا للفحص نظروا معنى علش ما انتا نشوفوا في كرام الناس معنى معنى معنىش وسائل الضغط معنىش وسائل الضغط معنى حتى وسائل جاءنا كثير من الخيرين هنا بالوزارة قالونا باش نعاموك باش نجم وساده ونحبو نعاموه وجاءوا الناس كيما جاءت التوزيين بالخارج وما نعرفوهاش جاءوا وحدهم هنا نلتقاوا بسيد وزير وقابلونا طلبوا معنىش قالوا ممكن نساعدوكم في ملفات متعلقة بالبروتاز باعتبارهم في تونس معنى نوعية البروتاز أقل في الجودة كان نعمل كذلك وفردي ما شاء الله عليهم التعاون معنىش كانوا متعاونين بسورة جيدة شكتوهم بعض الناس بعض الجرحة يروحوا وعبوا البروتاز فرحانين وفويت عجيلي وعلي عمالي المداحي قالتو زياد زياد غفراجي وشاسبوا وليد كاسراوي بعد عمل العملية أكاد على السياسة دولون كوني قصة لكن ساقوا بعضا لكن الحمد لله نشحة العملية مبدئين من فما عملية أخرى إن شاء الله تكلل أيضا بالنجاح حالياً في المدى الأخيرة من فما جريح آخر صاحبي يشوف يشوف بتنصيق معنىش وزارة وزارة حكم وسائل صاحبي يشوف بيشتاخد وزارة جمعية هذين معناتها وفما عوض جينا معناتها من بعض أطراف سواء من خارج تونس أو من داخلها لبعض رجال عمال اللي قلنا باش نجمون عموكم في الناحية الاجتماعية في الناحية الصحية يعني علش نقول الوزارة أدو الحكومة تضغط لا الحكومة عندها تضغط ولا هي عندها وسائل تضغط ولا الناس يشتغط عليهم ما أنت ممكن يخرعون الضغط يعني الناس يتعرف محمد رجولي وحجمه قامته في سوق المال ولا في سوق العالم يعرفوا يفهم جيدا أنه رجولي ما يتضغط علي فمتع فهذا ما لدي وربي وربي يرحم شهداء ويشفي جرحة شهداء وأنا على نفسي أقول طول الفترة أني قضيتها مع جرحة أنا أكسب برشة أصدقاء يعني العدد من جرحة وبعض عائلات من شهداء صارت كانت حميمية 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 وقريبة وبعض منهم أشعر أنهم أولئتي أو أختي الصغار فهم لي العلاقة هكا وأنها قائمة أهلا باشا الملف هلا في المزارة حتى لا أغمط حق الناس والله شكري لكل الناس اللي سيععد أسادق في هذه الملف هلا سواء من داخل المزارة أو بعض الموظفين اللي يباشر في الملف هذا أيضا معي أو بعض الأصدقاء الموظفين المضاعف الخنوص اللي يرغبوا في أنه يجريوا فعلا معانتها معانتها بجرحة ويساعدوا ويقدموا في خدمات معانتها مجانية وبيروح إنسانية عالية وبيروح معانتها ومعانتها 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 مهم الصورة والأضواء ومعانتها ليهم لا يوجدوا الاستثمار في الملف هذا بقدر ما بعض منهم يقولوا إن شاء الله نقوق في أولادنا الأخر يقول إن شاء الله نقوق قداماً على الأخر الأخر يقول يكفيني فخر أنه أنا شاهمت معانتها معا أولاد بلادي بشعالشته وخفشته من أوجاحهم الأخر يقول هذا واجب وطني وإذا كان ما نعمله إن شاء الله نقصر معانا كل واحد شنور المطلقات بتاعه لكن ما كانش فيهم واحد معانا المطلق سياسي ولا انتخابي وذلك الناس أذو ما نحبش نسميهم لأنني مستأذنتهم لأنني مستأذنتهم لأنني نحب نجلهم بتحية شكروا معانتها وافتخاري بهم وبيكون صدق معانتها واعتزازي إن صداقتي صداقتي لهم معانتها كانت صداقة قلبة معانتها ولا من الصداقات اللي أشتخر بها حقيقة الملف هذا أتحكي أن تعرف عليه ختاما فوزي صدقاوي المكلف بملف شهداء وجرح ثورة بوزارة حقوق الإنسان والعدلة الانتقالية شكرا لك شكرا لك